نضمت لإلنا هلأ أماني نصر الدين اختصاصية تجميل ومدربة معتمدة بتتناول موضوع العناية وتجميل البشرة روتين العناية اليومي وطرق العناية والتجميل الجديدة بالوسائل الغير جراحية خاصة من خلال الأسلوب الثوري يلي هو عبر البلازمة اللي فيه لشد وتجميل الجلد والبشرة أهلا وسهلا فيك أماني شاركتنا هاي أماني هاي كيف حال سبب خلينا نبدأ من البلازمة هاي هاي بدي أعرف شو قصة جييييييييييييه بلازمة كتير مهمة ثلاثة المفلوسة فايبرو بلاست فرع تحريكة فرع تحريكة وفرع تحريكة وفرح تحريكة فرع تحريكة أول شي انا حب قول انه هاي أهلا وسهلا مرسي انكون صدفتوني أكيد الي شارع تكون على المحطة اس ان اللي هي وهي العريقة والتي أكثر مشاهدية من الدول العربية والتي يهتمون بجمالهم أكيد كليبنانيين نحبون كليبنانيين بالنسبة للبلازما فايبرو بلاست فور سكن تايتنينج هي عملية غير جراحية لحتى تساعدنا بكذا مهام وهي علاقة بالبشرة فهي تقدر تعمل كزع سيرفس تقدر تشد البشرة تقدر تزغر المنخار تقدر تعمل لب فليب دون جراحة تقدر تعمل نشتغل على الستراتش ماركس على النضبات يلي هن بيصيروا من بعد اي عملية تجميل او اي اكسيدنت ممكن يطرق على الانسان وطبعاً بدورها تقدر تشتغل على تأخير عوامل الشايخوخة كيف 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 أولاً أهمية البلازما فايبرو بلاست الجهاز هو الجهاز يجب أن يكون ريلي بلازما ريلي بلازما ماشين البلازما ماشين هي في براسة مثل إبرة هي بتزد الماشين أشعة اسمه أشعة البلازما يلي هي بتحفز إذا بديك هل هايدي الأشعة يلي بتطلع من الأشعة الحرارية بتطلع مننا بتتأكسد مع الهوى مع الهوى يلي هن إذا بديك النيتروجان والهيدروجان وبيزده متل كوس اسمه كوس بلازما ما يسمى بالكاربون ديوكسايد يلي هو إذا بديك دات يعني متل هيك بيعطي متل نقطة معينة هالنقطة هو عملها شو؟ هي منا جس نقطة هو كل تقنية إلى تقنية معينة يعني كل عفواً يعني تنقول بديك تعمل لفتنج إلى تقنية للليفتنج بديك تزغرق إلى تقنية كمان معينة يعني لك إتش كومبوننت نحنا في عنا تقنية محددة نشتغل فيها لتعطينا الرزولتات يلي نحنا بدنا نوصلها سو نحنا لما منزرع الدوت لإنعم تسأليني كيف حضرتك إنه كيف بتصير هالعملية الدوت يلي بتنوضع بره بالخارج طبعا نحنا وقتل منشتغل بهالماشين الماشين هي بتشتغل على البشرة السطحية يعني ما بتفوت ديب بقلب الجلدي ما بتعمل متل جرح أنا حقاتي إجزامبل قبل ما أشرح نحنا لما نجرح إيدنا تنقول بار إجزامبل بيتحرك فينا الإميونيتي سيستم الإميونيتي سيستم إجزاكتلي وبيشتغل على إنه يسكر الجرح بطريقة سريعة إميديتلي لكن لما نحنا منوضع هالدات وما منجرح نحنا شو عملنا؟ عملنا متل بوش إذا بديك لها الجلدي لحتى يتجوى بمعنى يلي تحته يلي هو الإبيدرميس يلي في بقلبه الفيبرو بلاست سيلز ذات سواء تسميت هالسيرفز بي بلازما فيبرو بلاست الفيبرو بلاست سيلز يلي هنه الخلية اللي فيه يلي هنه شكرهن على شكل نجمي وهنه بدورون بحفظوا الكولاجين والإلاستين وكمان البروتين أوكي، اليوم رحنا لعندك تنعمل هالتقانية الجديدة أول شي كم جلسة نحنا بحاجة لنبلش نحس بالفرق بجلدتنا أوكي، وهاليا ترى فيها وجه؟ أوكي، بيرفكت، هلأ كم جلسة؟ حسب كل شخص تنقول نحنا عم نعمل ريجوفينيشن يعني نحنا بسن الثلاثين وما عنا تجاعيد جينا لحتى نأخر عوامل الشايخوخة لأنه نحنا متل ما منعرف ابتداعا من سن العشرين منبلش بكل سنة بنخسر 1% من الكولاجين لنوصل لسن الثلاثين بيكون خسرنا تقريبا 10% من الكولاجين دونك نحنا ما غلط إنه نحنا نرجع نعمل ريجوفينيشن لنضلنا محافظين على اللفل طبعنا بالكولاجين اللي هو بحط ذاته بيساعدنا دايما على إنه يكون في عنا لفتينج وهالقضايا دونك إديبانز أدي كم عدد الجلسات؟ إديبانز حسب العمر حسب شو سورفس اللي عم نعمله حسب البشرة يعني أدي التعبين أو لا؟ أكيد يعني إذا بشرة مترهلة جدا يمكن تعوز جلستين أو ثلاثة بس اللي بحب ذكره إنه عدد الجلسات هنه فينا نعمل جلستين وثلاثة وأربعة لأنه ناتورل سورفس يعني ما فيها أي شي ممكن يعيق الجسد أو الجسم أو الإنسان ولكن ما فينا نعمل الجلسة الثانية قبل تسعين يوم يعني فيه ثلاثة شهر فرق بيناتهم يعني ثلاثة شهر ممنوعة أبداً قبل بالنسبة للوجه، فيه نامبنج يعني بدنا نعمل فيه بنج بتتبنجي تقريباً من ثلاثين دقيقة إلى أربعين دقيقة ومن بعضه بتم الإجراء طيب، فيه مشكلة بعنوة أغلبية السيدات بالعالم وعقدة حياتهم هي هي نازولابيل نازولابيل فول نازولابيل فول يجربون بالفلرز، يجربون بالفلرز، يجربون كل شي في مكان أنا جربت كل شي على وجه الكرة الأرضية اللي اخترعوه أم تحكي صاد لينزاق صاد لينزاق فهذا لأنه بصير يترحل الوجه مع العمر على قوة الجزبي يساعدون هذا الشيء؟ نعم، أكيد يساعدون ويساعدون، أكيد يساعدون وأنا كمانا في شيء يستحطسه إذا بدك بعد لأنه تعرف مع الوقت ومع الخبرة تصيري بتطوري أنت بنفسك بهذا الشيء أنه اليوم، إذا أنت، اليوم، هذا ما بيعتنى بالمرة طائما، نحن، نحن، حين اصع شدت صنعي تراهل وDERق عادة تراهل، يساعدون أنت تريده فجل، في الكلية، بالفكرة، أكيد لا يحدث للحظة، أكيد بدنا نستعمل الطواريع أو بركز أو بعمل، أو البيل لأن… مثلا، وإذا أنا في هذا العمر أخذ كلاجين، وإذا، أو يأخذ منجه أنا عم بعمل لتريتمين وعم بعمل من برع لتريتمين وعم بشتغل مع بلازما فيبرو بلاست أكيد سأوصل لمرحلة أنه أنا لقي رزولتات أكيد طب أماني مين الأشخاص اللي عندهم أي مشكلة مع البلازما يعني هل في موانع معينة أو أشخاص ما لازم يفوتوا بهالتقانية؟ نعم، بشور، الناس اللي عندهم مشاكل جلدية يعني مثل صدفية مثل فيتليغو مثل العالم المرأة الأنسنت أو اللي عم تعمل ألاتمان طبعا لأنه في رادييشن إكزاكتلي إذا حدا عنده سكري بس كلاس سكري يعني كمان يعني يستحسن أنه يسأل الدكتور قبل مع أنه لا يوجد جراحة ولكن يمكن هال تايكوان ديابيتيز إكزاكتلي ممكن أنه يعاني من أي بروبلم سوما ديسأل الدكتور اللي عندهم ضغط بيقدارو بس كمان بيسأل الدكتور وعننا اللي عندهم مشاكل تصبغات سيفير يعني السيفير التاش يعني البرون الكتير قوية هيدو اللي ممنوع دقيهم بتزيتلون ياهون أكيد لأنه فيها كاربون الكاربون بزيد الترشات إنويتش المفهوم هو خاطئ اليوم أغلبهم ما بدنا نسمي بس أغلبهم بالبلد يستعملوها لحتى يشيلوا الهايبر بيجمنتاشن قال إنو هيدا نو أسنفين إنو هيدا ضرر صح ممكن تعمل ضرر ويعني صعب كتير علاجو يعني مطلع في منهم بيشيلوا الريموفر للتاتو إنو كمان عنويتش هيدا روند ما فيك تشيلوا الريموفر للتاتو بالبلازما فيبرو بلاست هاي السورفيس منا لقلو فيك تشيلوا مول أوكي بس كمان ما فيك تشيلوا الشامية الشامية صار إنو كمان بتخبي وراها أصاص ممكن يبين يعني لسه مخلوق أصلا الشامية بدأ درمتولوجيس يعني ما بدأ دكتر 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 هيدا كمان أنا كتير بحب إنو نوه وإحكي فيه طيب إذا بدنا نحكي عن البشرة شوي يس شو المين العدو النومبر ون للبشرة أنا ما عم بقليك بدي بشرة مشدودة أنا عم بقليك بدي بشرة صحية فيها تكون مرة فيها أربعين تجعيدة بس بشرتها صحية صح 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 نحنا بدنا نقول العدو العدو يعني هلأ نحنا هاي الشمس منا عدو الشمس فيها أشعة نحنا بدنا إياها وفيها أشعة ما بدنا إياها هو الإنسان عدو حاله ما حيدا بدأ دك فيك يكون تصرف معايا نحنا بنتصرف يعني في كتير ناس ما عندهم الإدوكيشن المظبوطة إنه هاوتو مثلا كيف يغسلوا وجه المظبوط شو الأكل اللي لازم تكليه الهلسي فود كرميل بضلك محافظة على الشباب وعلى النظارة هو كل شي بتكليه فعليا ريفلكشن طبعه بيبين بوجك يعني حتى بالبادي طبعيك بس الوج دغري بيعمل إنه ريفلكشن لهيد القصص اوكي؟ اوكي دونك أنا بقول إذا بدك أكتر نشجعهم مش على القصص العدوة لقلهم نقلهم إنه حافظوا على شبابكن أكيد إنه تغسلوا كتير مظبوط تتنطفوا كتير مظبوط هلأ رح نتطرق نحكي كيف لازم تستعملوا واكي الشمس اللي هو مخصص لبشرتكن تشربوا ماي كتير تناموا كتير منيح أوقات النوم للنوم لأنه بالنوم كمان نحنا البشرة تبعنا بتعمل تحفيز دالالكولاجين و للإلعاستين سو استفيدوا منا يعني هايدي القصص التوعية اللي نحنا واللي أنا فعليا بحب كتير أحكي فيها ودايما ماي كلاينت بيسمعوهم يعني يلا خلينا نبلش بالستيبس للروتين اليومي للعينية بالبشرة أعطينا شوي التيبس حسب كل شخص بس هني كل الأشخاص هني ملزمين يعملوا هيدا الأضايات التالية لازم نحنا كل يوم أكيد نغسل وجدنا دابل كلينزينج هاي دا ليه دابل كلينزينج شو يعني دابل كلينزينج يعني مرتين يعني أول مرة بحط الفوم جال أوكي اللي هو مناسب لبشرته إذا كانت دهنية ولا جافة ولا مكس سو بغسل مظبوط برجع بشطف بالماء برجع من بعدها بنشف وجه برجع من بعدها كمان بحط فوم برجع بغسل مظبوط بغسل من بعدها بمية شرب لأن الماء ملوثي بلبنان ماء كلسية كلسية اكزاكلي ومن بعدها كمانا تطبط مو بمسيح وجه ما بحفو لأنه ما بيسوى برجع من بعدها بستعمل الأومي سيلار يلي هو مناسب لوجه شكرا مش كل العالم بيستعمل متل بغسل كلمة حدني إلنا ميسر الووتر لكارين أمتي بالعاكس أنا عندي برند وعملي ميسر الووتر فيها شنان قد ما بحكي عنا للميسر الووتر اكزاكلي لأنه تعرفي كتير قليل يعني ما بفكروها ماء يعني ما بفكروها الشي عادي أنا بليك شو بفكرو بنطفوا بالميسر الووتر برجعوا بيغسلوا وجهون اكزاكلي هادي أكتر خطأ أكيد فورشور يعني أنا أنا قد بعتني بوجي وبنضيف وهيك لما بنضيف بالميسر الووتر معقول إنه معقول هاي أنا هذا الشي كتير ضروري إنه يستعمل من بعد الغسل ومن بعده منحط حسب البوو شو نحنا عنا مشاكل أكيد موستورايزين كريم يعني الكرام المرتب ومن بعده حسب القا ومن بعده نرجع إذا كان صباحا واك الشمس وإذا كان مساء ما منستعمل واك الشمس ذات ست فينا نحط السيروم بالليل أكيد طبعا ما نحنا قلنا كلك يعني كلك كل عمر كل كذا شو بعوز فينا نحط سيروم أكيد فينا حسب يعني وات are we doing يعني فينا نقول إنه الأهم شي للبشرة هو نضافته أكيد 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 صح للحفاظ على صحة البشرة هي نضافته وشرب الماء والأكل السليم والنوم السليم طيب بدي انتقل لحديث البلد تريند فيتامين سي خاصة بالشتوية ينصح أنه بالليل نحط فيتامين سي أو بنهار لأي بشرة بالشتوية ولا بالصيفية بالشتوية أنا بعرف لأنه ما لازم نتعرض لأشاعات الشمس صح بأننا بنعمل تشاة صح لأي بشارات لازم الناس تستعمل فيتامين سي لأنه صارت على السوشال ميديا أنه شتروا فيتامين سي وحطوه عوشكن ويدنا صح البيتامين سي إذا تسمحيلي لأنه اليوم نحن العالم بيلحقوا السوشال ميديا ومين ما طلع حكا منصدقه ومنمشي فيه مفروض فيه اختصاصيين لكل كيس بي كيس بيس بيس أنه من وراءه أنت بتعرف كيف بدك أنت تتابع حياتك وروتينك إن كان بالبشرة ولا بصحتك ولا بأفريثين سو البيتامين سي هو أكيد من أهم الفيتامين لأنه هو أنتي أكسيدان يعني هو ما بعرفش بدي أقولها بالعربية بس أنه أنتي أكسيدان ومضاد للأكساد ومضاد للأكساد ومضاد للأكساد نحن بالشتوية دائما منشجعه لأن ما كتير لازم تحطيه دورينغ فصل الصيف وأشعة الشمس ممكن يعني يعمل لك تسبغات أو إكساكت لأنه بيعطي غط يعني لأي بشارات للبشارات فينا نستعمل الـ فينا نستعمل الـ فينا نستعمل للعالم اللي عندن حبوب شباب أوكي طبعا بمودريشن ونحن ما بدنا ننسى أنه الفيتامين سي في منه أنواع في منه C10 وفي منه C20 وإدبانت شو الكيس اللي عندك وشو التريتمنت اللي انت يونيتو تريتت يعني أوكي أوكي الرتينول كمان من القشرة اللي بمبلش نستعملها بالشتة نعم رتينول يعمل أنا عاملة كثيرا أبحث عنه الـ قدمة حلوة قدمة بيحاول يعني بيعالج مشاكل الشايخوخة وكثير بيأخر مننا وهو أصلا صوفت بيل يعني هو بيقشر الوجه بطريقة بس هي أنواع أكيد طبعا في أنواع من الرتينول طبعا وفي أشياء ليزم معينة ليزم تنقيها اللي هي خاصة لجلدتك والمقطة من حط من المعروش ما فينا نحنا أصلا نجي لحالنا إذا نحنا ما عند أخصائي معين وبيطهم بالبشرة ما فينا نحنا نجي نجي برتينول رتينول بيقزي إذا استعملنا غلط أوكي سمعكي بالرسليراترول دا أوكي منحكي تحت الهواء شور بما أنه ذكرت أنه الرتينول بيعمل نوع من التقشير يعني وصلنا لمرحلة البيلنج كلنا منفكر بالشتوية أنه صار لازم نعمل بيلنج بعد البحر لأي نوع بيلنج لازم نلجأ وكيف بنعرف شو البيلنج المناسب لبشرتنا حسب لأنه في عندي حسب شو البشرة يعني إذا كانت بشرة حلوة ونظيرة بس تعبت شوي من أشعة الشمس فينا نعمل في كتير أنواع بيل فيه صفت بيل، فيه كيميكل بيل، فيه ملك بيل يلي هو الأدار بالدنيا يعني شو هو هيدا؟ الملك بيل هو يعني كيميكل بيل بس هو فاري صوفت يعني هو أقل لفل من إذا بديك من الكيميكل بيل هو طبعاً بيعمل اندورك لأنك ما بينعمل بالبات أبداً ممنوع لأنه ممكن يقزي أو يحرق البشرة هو بتحطيه ثني منتس بس على الوجه هو بيعمل مثل صوفت اكسفولياتينج من جوة لبره ومن بره لجوة أوكي، وبقلبه مثل ميدات لكتك أسد ذات سواء اسمه ملك بيل وبيعمل نظارة وكمان بيشتغل شوي على تأخير عوامي الشايخوخة بس منو يعني لهال بما أنه جبنا سيرت السوشل ميديا كمان على السوشل ميديا فيتين لترند العجيبة بأساس من حواضر البيت نعمل أشياء لوجنا يس أوكي، بدنا نفهم الناس أنه مشكل شي من حواضر البيت يعني شي بيمفى على الوجه أمرار فينا نقزي وجنا بشكل مجهي ليس كل شيء أورغانيك يعني ميح لوجنا خلينا نتفق على هذا الشيء ومنهم، ما بعرف إذا وصلت لك البيكينج صودا لا يبيضو، لا يعملو تبييد للوجه بالبيكينج صودا على الوجه عم يحرق وجه عم يحرق وجه نعم، أنا ايهاف كيسز أنا دائما بقول للعالم يلي هني بيحبو كتير يطلعو ويفوتوا يعملو جوجل سرش إنه كيف منبيض الوجه كيف منعمل، ما بعرف كيف منقشر الوجه بطريقة طبيعية أو منزلية أنا بحب إليهم دائما ما غلط إنكم تقرؤ بس يعني عملو سرش أكتر الجوجل منو دائما عندو آكرت يعني الانفورماسيون منو آكرت مية بالمية داتس وفي عندي كناس إنه إدوكيتد تقدري أنت تلجائي لهم وتسأليهم بس إنه، أنا رح أعطيك إكزامبل أنا في حدا مرة إجيت لعندي كيس مور معيونة هيك شو صاير عندي؟ قال هي عملت جوجل سرش وبدأت تشتغل على الرينكلز اللي عندها فلاقت إنه فيها تحط عسل وليمون ومبارش وحطة وصار عندها إريتيشن من ورها أكيد، المنموم لذا، أي شيء أنتو بتشوفوه على جوجل سرش عملو باتش تاست باتش تاست عقيدكم ثلاثة أيام إذا ما عملتو منو إريتيشن يعني بلشو توسعو شوي 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 بس هيدا ما معقول يعني ماما عني أنه أنا عم بسمح هذا الشي أعطيه خبزك للخبازة وأكل نصه معنا واتساب من الأردن من عمان من مشهور تحييتنا لكل أهل الأردن بيسأليك شو تأثير التدخين على البشرة؟ أوه، إذا قالنا شو تأثير التدخين بيوقفوا التدخين؟ لا! ما رح نوعي ما رح نوعي يعني التدخين ما هو يعني هو بلوس البوليوشن ونحن إحدى العوامل يلي بتخلينا نشيخ على بكير وتتأثر البشرة تبعنا ولا حتى الصحة تبعنا ورويانا هي الوباء والبوليوشن والسموكينج هي من القصص يعني بتخلقها القصص بتحس الإنسان بشرته بتصير داكنة ليس بس داكنة حتى اللبس تبعيك بصير أسود وبيعجل أعوامل الشيخوخة بالكونتورينج طبعا، اللبس تبعيك كمان حتى أنه، يعني ما بدنا نحكي عن قصص تانية ما قلنا علاقة فيها بس هول المين إشوز انا أكيد ما بنصح رح نشوف 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 صور كمان لحضرتك والشغل الموجود اللي بتعملي بالإنستيديو هون نشوف هون نحنا عم نعمل سكار تريتمنت هون نحنا عم نعمل سكار تريتمنت سكار تريتمنت سكار تريتمنت قد بإنستيديو بالبلازما فايبرو بلاست أو بأسا ستانية اللي هي ممكن تكون ميزو ثرابي أو هلأ كتير ترندي واللي هنه عن جد بومين يعني هنه البابتايدز يعني رحيك الكولاجين ورحيك اللايباز واللي هنه هنه كتير بساعدونا بهالتريتمنت وإن أدشن كمانا فينا نشتغل على أي سكار تريتمنت قد بيدان بسكار تريتمنت يعني متائيز إنا أمري هوame ايه رجو في بسي لأ بالنسبة للسكارت أمريكي المتابوس أمريكي المتابوس ايضا مستطعات السكارز، اذا كان هناك جوار معنا فينا نشتغلها بالتخصى بالتخصف التسكيل والمستطاع لأنها تعملتها بالكونتوري، أنت تشد البشرة كما تساعدنا كثيرا ايضا، انا كثيرا أعمل التخصص بالتخصص بالميزوثيرا وبالرجوية سكارز أبدا، دعني أفهم منك، هادي الصورة، يا عشت السكارز؟ الأكنة والسكارز كيف علاجت الأكنة؟ أخذت رؤكتان؟ لا، أنا أخذ رؤكتان سعرني، أنا أخذ رؤكتان لا، لا، أنا أخذ رؤكتان بسطن لأخذ يعني الفاميلي كلها طبعاً رؤكتان، رؤكتان، كور أكنة أنا ما إلي علاقة فيها بحب أن أتجنبها كيف عملت لها راحة؟ شو عملت لها؟ عملت لها ميزوثيرابي طبعاً كلينزينج للوجه مضبوط وصحيح لأنه مفهوم حتى الكلينزينج ما أنه كتير مفهوم صحيح أوكي طبعاً كلينزينج كتير مضبوط أعملنا لها ميزوثيرابي ميكرونيدلينج يعني وبعدين لما شفيت من اللي هيدا طبعاً استعملت هيا الغسول طبعاً والتريتمنت أفتر كير بالبيت أفتر ذات بي عندها هالترو يلي موجودين يعني اللي بالأكنة أكنة سكارز أوكي كفيت لها هي هون بالرجيفي سكار تريتمنت هوني كمانة أحب الشباب أو هوني عام نشوف شباب هلا أكنة أكنة أفو هيدا لعب فيهم للأكنة ما هو تيلعبوا بضفيرهم الانفكشن بيزيدوا ناكس ناكس أديعب يخد الوقت من الهيلا ديبانز هلأ مثل هيد الكيس اللي قطعت قبل شوية تقريباً شي ايت ويكس أخديت مش كثير حتى ايت و توالف ويكس يعني ما كثير بس يعني بدون يشتغلوا هن بالبيت وبن يعرف في غسله كيف ينطفوا يربشوا مهم الغسير ايه اكزاكت هيدا في شي باللبس هيدا لبيبلاش هيدا لبيبلاش اوكي التكنتورين يعني متل عام نعمو اللون للشفاف الليببلاش هو برمننت ميكوب يعني طبعاً هو مافيك تغسلي مافيك تشيلية هو بيبقى تقريباً فترة من سنة لسنة ونص على الشفاف أو تقفر إذا عم تعملي أيبروز أو أيلاينر كمانا تقريباً مدتهم هيا هالقاد هن الهلثي يبقوا هالقاد اللي بيبقى أكتر بيكون عم يستعملوا تاتو يعني مانو مخصص للوجه وهذا بغير لون شفاف إذا واحد شفافه ديكنين أو واحد شفافة ديكنين أكيد فيك تعملي نوترلايزينج يعني إذا كان حدا المدخن وشفافه صارو غمقه صارو دارك نحن فينا نعمل نوترلايزينج نرجعنا على أساسهم على الباس تابعون ونرجع من بعدها نقل لون المناسب اللي هن بدون في إيه أماني هامت لي لسكار كله هذه سكار ستريتمنت هذه براجوية هذه ضن براجوية بوجه؟ بوجه؟ أه، بوجه؟ أكسيدان؟ 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 أكسيدان، وحرام كان مضايق لها نفسيتها أكيد؟ أكيد؟ كل ما هتشوف أكسيدان، هتذكر الأكسيدان؟ أحد ما أعرف إذا الصورة موجودة ما بأ أعطنا، أحد كان عامل أكسيدان ما أنه أكسيدان بالانفجار بيروت بنته وعنده كتير شك من هيد الموضوع وما كان تقبل تروح مع أمه لمحل أنا بعثت وراها وحكيتها وقالت لها أنه هيدا قرأت مني إذا بتقبلي يعني هي أصلاً أنا بحاجة أنا أقدم لها بس إن هي كانت نفسيتا كثير تعبانة والحمد لله تحسني تقريباً شي 70% الحمد لله هوني شو اللي عين هيدا عاملي هيدا عاملي هيدا العين هيدا الصورة بعت تقريباً شي خمس شهور يعني بين بعد خمس شهور أنا بشوفهم دائماً على الشهر يعني من بعد ما يعملوا هالإشو وبعد شهر وعلى اللي ثلاث شهور لأنه لازم يكونوا أخذوا رزيولتات وبرجع بشوفهم بعدين يعني ماهن بيضلون أنه موجودين عندي هيدا المادام كتير فجأتنا لأن بشفت على ثلاث شهور شفتها أخدي الآية التباعة الفتد وهيدا عاملي كريوباترا شايب يعني كمان بشد العضل من هون واشتغلت اللي عليه اللي لاحظتوا أنه بعد خمس شهور أو ست شهور شدي بعد أكتر حتى هي أنه قلتلي أنه أنا حاسة أنه شدي أكتر هيدا هيدا هو تحفيز الكولاجين هون شو غم نشوف آخر سورة معنا آخر سورة كمان هيدا بلازما فيبرو بلاس فالسكن تايتنينيغ هيدا المادام عاملي فول فييس فول فيس اند ناك وهيدا بارتي منوجه اللي هنبيني النازولابيال لكنا عم نشوه قبل شوية عن نو زحيان نازولابيال فولد موجودة هيدا 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 الرزولتات طبعا وشيس فيري ساتسفايد مبسوطة يعني أماني نصر الدين بدنا نقل لي كاتك ألف عافية وثانكيو فورول دي تيبس حول العينية بالبشرة وحول البلازما إن شاء الله كل المشاهدين يكونوا استفادوا شكرا أهلا وسهلا فيك شكرا للاشتراك زوروا موقعنا الفاتي في دوت كوم أو اتصلوا على الأرقام التالية ألفا قنوات الأسرة العربية